فخلينا كمان نستكملا لكلامك لأن ده مهم جدا نحن نطمن حضراتكم كمان على حالات اللعيبة ونحن نتكلم هنا بشكل عامش بس الناس اللي هي في البعثة يعني أو اللعيبة اللي في البعثة بنتطمن دايما من دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز التبي للفريق هو قال ثنائي عندك أكرم توفيق وكريم فؤاد أن هم حيوصلوا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل كمان المحدد ليهم عقب جراحة الرباط الصليب ودي أبشع يعني إصابة مقرن هي تصيب بلاعب ربنا يقومهم بالسلامة وقال كمان أن أكرم بيخود مرحلة جديدة من التأهيل البدني ده في أكاديمية هناك موجودة في قطر وفقا للجدول الزمني والتدريبي يعني المحدد لي من قبل الطبيب اللي أجر لي الجراحة ودي كانت تحديدا في النمسا كنا متابعين محضراتكم طبعا الحالة بالنسبة لكريم فؤاد انتهى من المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي بتاعه في القاهرة وحينهي كمان خلال أيام اللي جاية إجراءات السفر لقطر لخود برضو مرحلة جديدة من التأهيل في البرنامج اللي مفروض هيتحدد لي وفقا برضو للأكاديمية اللي هي في قطر طيب تعالى نطمن برضو على مصطفى شبير مصطفى شبير طبعا حرس مرمى الفريق دكتور أحمد أبو عبلة برضو قال انهو حينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق للقاهرة وهو حينتهي كمان من برنامجه التأهيلي والتدريبي حيكون بنهاية الأسبوع اللي جايدة وفقا برضو للمتابعة المستمرة اللي بياخد عليها اللاعب في القاهرة طيب أشار برضو طبيب الفريق خليني أقول لحضراتكم تحديدا عن مصطفى شبير قال انهو انتهى من تنفيذ البرنامج اللي تحددله واللي أجرى على أساسه جراحة غضروف الركبة يعني برضو جراحة مش سهلة وما كانش وقتها يعني بس الحمد لله احنا اكيد كل موسم بندخله بنقول يا رب ما يبقاش فيه إصابات للعيبة بتاعنا لكن زي بتقال كده شر وبيحصل أو شر لابد منه بيحصل أقدر في الهات المطاف وده وارد جدا لعيبة بتلعب برجولة ويعني ده التاكلينج ده الواحده ممكن ينتج عنه مشاكل أكبر كمان من كده بكتير عموما بنتمنى لهم أكيد ألف السلامة والشفاء العاجل عشان يرجعوا كلهم لعود الأهلي مرة أخرى بكامل عناصره وبكامل قوته إن شاء الله تقديرا من اللعيبة على الأقل لجماهير النادي الأهلي اللي دايما موجودة واقفة في ظهر النادي في كل مكان دايما الجماهير هي العنصر الأهم على الإطلاق فأي رياضة بشكل عام وفي كرة القدم بصفة خاصة والحقيقة ودي كلمة حق لازم تتقال لعيبة النادي الأهلي الجهاز الإداري في النادي الأهلي الجهاز الفني في النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي كل الأطراف دي دايما حتى نصبق عيونها جمهور النادي الأهلي نسعده إزاي جمهور النادي الأهلي نجيب له حقه إزاي بالأذب وبالأخلاق يعني دايما أهم ما في حزبة القائمين على النادي الأهلي هما دايما جماهير النادي الأهلي اللي بالمناسبة دايما بيبقى لهم رسائل بيهتموا جدا أن هما يبعتوها للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني قبل المباريات المهمة التقيلة بصفة خاصة طبعا